العالم كله طب احنا ايه بقى الرسالة النهاردة الرسالة النهاردة للامريكان الامريكان الكلام ده سبعون مليون مرة من السيد الرئيس وكل مؤسسات الدولة سبعوا الكلام ده لانه احنا بالمناسبة احنا عملنا ده عشان امننا ليه بعض الناس يقولك يعني انت سعداء اه والله احنا سعداء جدا ايوة سعداء ان احنا عملنا كده هو انا بقام من بلدي وانت كنت عايز بلد تفضل فيها ارهاب مليون سنة ايوة احنا سعداء ان احنا ضمرنا الانفاق الانفاق دي كان بيدخل منها خير ان شاء الله كان بيدخل منها ورد كان بيدخل منها ارهاب واسلاح لبلدي وعندنا شهداء قدي ايه حضرتك ايوة سعداء وانا حدودي وانت عايز حدودي تفضل مستباحة وانت تبقى قاعد ومبسوط لا يا سيدي محد فيش دولة في العالم بتسيب حدودها مستباحة واللي عملته مصر والرئيس عمتاح السيسي له وكل التحية لانه لما لازم نقضي على هذا الامر قضينا عليه خلصنا دفعنا فلوس قد كده غير شهداءنا بتكلم على التكلفة السور اللي احنا عملناه في هذه المنطقة لحماية امني وسلامة ولدنا وشعبنا واهلنا وجيشنا وشرطتنا ومؤسساتنا وبلدنا واراضينا لفعنا تمن غالي واحنا سعداء دكتور برد عبدالعط النهاردة كان في منتهى القوة كلام ده يعجبني الكلام ده كفاية كفاية تاني بقول كفاية ولازم نقول كفاية لنه ده مرتبط بايه بزيارة الفريق احمد خليفة رئيس الاركان يوم الخميس كل ده مرتبط ببعضه ما فيش حاجات صدفة يا جماعة ما فيش حاجة بتحصل عندنا صدفة لا كل حاجة لها لها ترتيب وكل اجراء له يعني احنا مناخدش قوارات كده وخلاص يلا بي لا لا ما فيش حاجة دي دولة دي دولة عندها مؤسسات قراراتها قرارات محسوبة كل اجراءة فيها وكل تصريح وكل بيان وكل خطوة بنعملها محسوبة وكل حاجة لها وقت تاني بقول كل حاجة لها وقتها تتحرك امتى تروح امتى تبقى موجود امتى كل شيء له وقته هي دي الدولة موضوع مش يلا بينا مش حاجة اسمها يلا بينا كده دي فيه مصير ميت مليون ميت مليون فيه مصير تاخد قرار يبقى بتحرك بقدر المسئولية موضوع مش بسيط تحرك فريق احمد خليفة على اسوار زي ما حاجة وتشوفوا كده حدودنا ادي حدودنا حدودنا ده حدودنا واخر حدودنا اهي اخر حدودنا مع قطاع غزة اشتركوا في القناة